البدون شفهم أيضا انتقدوك سووا هاشتاغ ماذا أكيد تابعتها ما تابعتها رئيس لجنة الكويتين البدون السيد أحمد التميم ذكر أن طارق العلي نشاده في أحد مسرحياته يظن أن البدون طوفة هبيطة وقام يستهزئ ويضحك عليهم الناشط في مجال حقوق الإنسان السيد عبد الحكيم الفضلي ذكر أن طارق العلي له سواضق في الاستهزاء بالكويتين البدون والتحدث عنهم بقلة احترام وفي تعريض كراماتهم للإهانة قول له وين قول له وين أعتقد تكلمت بياهم أنا في مسرحيات ما يصال الله صحيح طالبنا في تجنيس أي إنسان كويت بدون خدم بالكويت وين البدون اللي أنا تعرض له ما كان يشتغلون معاي كثير من البدون كان احتجوا كثير من البدون يشتغلون معاي وليه يومك هذا أنا مراجعاتي في الوزارات حق البدون عقام يخلطون المسائل ما تعرضت حق أي بدون أنا اللهم بوية قلت لي قلت لي طلع لي أنا استهزلت بالبدون ماذا قال لك؟ قلت أنا البدون اللي اللي خدم الكويت وعطى وضحى واستشهدون أسر عطوا جنسية ولو حتى خلال مقابلاتي مع مسؤولين كبار في الدولة قلت له أنت الدخل الجيش والشرطة تأمم فيه على روحك وتسلم دبابة وتسلم رشاش وتسلم سلاح ما جنسة بالعكس يعني هذا مقترح من عندي يا را كطارق الألي قلت يعني اللي يديش السلك الأسكري يعني اللي ملفه نظيف جنسة اللي ليش سووا هاشتاج سران عنوات سألهم مهمة أهلا عمري أنا اطرق تحقي البدون أنا البدون أحمد العونان قاعد أقول له وهذا على فكرة هي قضية عشان نقول لهم أن هذه الجماعة عندهم معاناة بدون حتى في قفشة شو مقتلاحق تدري من تشمسنا هذي عشر سنين سبع سنين ثمان سنين ما يصرح لله الصحيح شكرا